ابنة طوم كروز تجدد الحديث عن ديانة الصينتولوجياء طوم كروز الفنان العالمي المعروف عنده بنته عندها 12 سنة المفروض أنه بيشوفها بانتظام لكن طوم كروز ما شفش بنته بقاله سنتين كاملتين ممكن نتيجة انشغال، نتيجة سفر، نتيجة أعمال سينمائية، نتيجة خلاف مع العائلة نتيجة أي حاجة ممكن تكون مقبولة للنقاش لكن نتيجة ان دينه بيأمره ان ما يشوفش بنته في هذه المدة الطويلة طبعا ده كان شيء لافت جدا للانتباه صحف العالم كلها اهتمت بالموضوع ان طوم كروز ما شفش بنته بقاله سنتين عشان خاطر دينه بيأمره بان هو ما يشوفهاش لان هي لم تتبع دين طوم كروز ما هو الموضوع؟ ديانة غريبة جدا هي الديانة التي يؤمن بها طوم كروز ويؤمن بها جون ترافولتا ويؤمن بها بعض مشاهير العالم اسمها الساينتولوجيا من كلمة الساينس معنى العلم والمقطع التام التاخذ من اللغات القديمة اللغة اللاتينية القديمة هذه الديانة قادمة من الخيال العلمي يعني ده دين وضعي جديد نشأ في الخمسينات من القرن العشرين يعني دين بقاله سبعين سنة تقريبا هذا الدين اسمه كده الساينتولوجيا هذا الدين اللي هو الساينتولوجيا اتأسس في الخمسينات أسسه كاتب خيال علمي سبقى لما دين يؤسسه كاتب خيال علمي هذا الكاتب عمل نظرية هي أساس هذا الدين الذي يؤمن به طوم كروز وجون ترافولتا إن فيه حياة موجودة في الكون بقالها ملايين السنين وإن كان فيه عربيات وطيارات وحياة متقدمة جدا من خمسة وسبعين مليون سنة كان فيه في هذا الكون كواكب متقدمة فيه طاغية كوني ديكتاتور كوني بتعبير مؤسسة ديانة هذا الطاغية الكوني وجد إن الناس زادت جدا 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 أعدادها فقر أنه يتخلص من الأعداد الزائدة فقام جمد هذه الأعداد ده طبعا خيال علمي إنما أصبح أصل في ذلك الدين فيما بعد فجمد كل هذه الأعداد الزيادة ملايين الناس تم تجمدهم من قبل هذا الطاغية الفضائي وأخذ الناس المجمدين دول ورماهم في كوكب الأرض ورماهم في كوكب الأرض في البراكين فإذا فيه براكين وناس مجمدة جاية من كواكب أخرى اترموا في هذه البراكين طيب ما دول ملايين من الناس ففي ناس ممكن تكون برا مساحة البركان رمى عليهم قنابل نووية تبقى للكاتب كان فيه سلاح نووي كان فيه تقدم علمي موجود فالمهم يبقى إذا جمد ملايين الناس وجبهم من الكواكب الأخرى رماهم في هذا الكوكب المكانش فيه حد ورماهم في عيون البراكين وأماكن مختلفة من أجل تدميرهم تماما ثم رمى علم قنابل نووية بعد كده لما قتلوا جميعا أرواح هؤلاء القتلى في هذا الكوكب هي اللي حلت في أجساد أخرى اللي هم بقوا البني أدمين المعاصرين أو البشر الموجودين حاليا وبالتالي تبقى لهذه الديانة اللي هي قادرنا الخير العلمي إن الإنسان أو إن الروح بتنتقل من جسد لجسد اللي هو تناسخ الأرواح وبيقول مؤسس الديانة أنه أصلا كان في نيقي زمان من الجماعة الفينقية اللي كانت موجودة في لبنان وفي تونس وغيرها في حضارة الفينقية وبعد كده بقى إيطالي فترة بقى بقى أمريكي فترة فبيقول أنه هو كمان روح انتقلت من جسد لجسد ومن دولة إلى دولة ومن حضارة إلى حضارة وحقبة تاريخية إلى حقبة تاريخية هذا الكلام اللي هو خيال علمي فيلم سينمائي إلا أنه مع الوقت أصبح مذهب فكري ثم مع الوقت أصبح ديانة وهذه الديانة يؤمن بها ناس مهمين في العالم أو مشاهير في العالم زي تون كوروز وزي شون ترفولتا هذه الديانة ما عقيدتها إيه عقيدة ديانة السينمتولوجيا العقيدة تأيمة على أنه الإنسان مكون من ثلاث أشياء روح وجسد وعقل وأنه الجسد ده مجرد هيكل أو وعاء لعمل الإنسان وأنه العقل هو المنصق العام للجسد هو اللي بنصق الصور وبنصق الزاكرة وينصق حاجات كتيرة جدا ويعمل لها ترتيب هو منصق عام الإنسان يبقى الإنسان جسد وهو عبارة عن هيكل وعقل وعبارة عن منصق عام الروح هي الحياة وهي الحاكمة للعقل والحاكمة للجسد وبالتالي ده تكوين الإنسان طرعا ده مش كلام فلسفي عميق ده كلام سازج إتقال في قولة ابتدائي إن الإنسان عقل أو روح أو جسد أو عقل وروح وجسد إلا إن ده مكون عقلي رئيسي في أفقار المؤسس الإنسان تبقى لديانة السينتولوجيا اللازم بقي يحجم العقل ويحجم العاطفة وإن الإنسان يكون بلا عاطفة ده أول دين في التاريخ يدعو الإنسان يتخلص من عاطفته ما يبقاش عنده أي مشاعر لا يحزن ولا يفرح نتيجة عوامل منطقية إنما نتيجة قرار داخلي هو يقرر يبقى سعيد يبقى سعيد يقرر يزعل يزعل يقرر يبكي يبكي يقرر يبتسم يبتسم عشان كده بياخدوا قارات تلاقي كتير جدا جون ترافولتا معظم صوره بيدحك وتوم كروز معظم صوره بيدحك ده أمر بالضحك يعني ده قرار ميكانيكي ففي وجهة نظر هذا الدين السينتولوجيا إن الإنسان لابد أنه يدمر عاطفته وينهي مشاعره يبقى إنسان بلا عاطفة وبلا مشاعر إنسان قوي إنسان أداء وأداء ميكانيكي يعني ما يسمى ميكانة الإنسان إنه يبقى زي الآلة زي الماشين ما عندوش أي مشاعر تجاه أي حد ولا حتى ولاده عشان كده بقى ما نشوف إن طوم كروز ما رحش شاف بنته بقاله سنتين نتيجة قتل المشاعر العواطف لا مشاعر تجاه أحد ولا حتى الأبناء والعائلة لا عاطفة تجاه أحد أو أي شيء ولا حتى الدولة ولا القيم ولا المبادئ ولا أي شيء إنما الإنسان تحول إلى جسد ميكانيكي أداء زي الآلة ميكانة الإنسان اللغاء العاطفة اللغاء المشاعر تماما لما الإنسان بقى يتحكم في نفسه بهذه القوة الرهيبة جدا يلغي مشاعره وعواطفه في الدرجة الثالثة من التقدم بتخش طبعا هذه الديانة درجات لما تصبح المستوى الثالث اللي هو بقى قدرت بقوة تحيد مشاعرك وعواطفك وتلغيها إلى حد كبير خلص لكذا بقيت إنسان مهم في هذه الديانة يبدو بقى يطلعوك على أسرار هذه الديانة لما تصل إلى أعلى مستوى اللي هو مستوى توم كروز اللي باخد أعلى وسام في هذه الديانة دياتي السيانتولوجيا طبعا لما نشوف تحليل هذه الديانة نجد النقاط العشر التالية نمر واحد إن مؤسس الديانة هو كاتب خالة المي وعشان كده بيلاقي إن ديانة نفسها فاكتة جدا من خالة المطاغية فضائي جمد ناس لكواكب أخرى رجع الناس لكوكب الأرض رمانهم في براكين ثم قناة بالنوية ثم ماتوا ثم طلعت أرواحهم دخلت في أجساد أخرى بقى البشر الحاليين يعني خيال علمي أصبح أساس لديانة كمان لما الإنسان يموت تبقى لهذه الديانة روحه تطلع كوكب الزهرة وفي هذا الكوكب الروح يتم إعادة برمجتها مرة تانية صفتوير جيد للروح وترجع تاني في جسد تاني على كوكب الأرض فده كلام أخره فيلم خال علمي أو رواية خال علمي إلا إنه أصبح أصل للديانة نمر اتنين دي كانت أفكار فلسفية إن بعض الناس يقولوا إن لو بد تحجيم المشاعر تحجيم العواطف إن الإنسان لازم يكون عنده قدرة زي الآلة على الأداء وعلى الإنتاج لأن المشارع عطلت الحياة الإنسانية كتير وكسب في حروب ومعارك ومشاكل كتيرة جدا وقت تال فلو حيدنا المشارع العواطف حب العالم أفضل أفكار فلسفية مش واقعية مش منطقية مش مقبولة إنما تظل فين أفكار فلسفية تم نقل هذه الأفكار الفلسفية إلى كونها ديانة نمر ثلاثة ما كانت الإنسان يعني الإنسان ده زي أي آلة زي غسالة تلاجة أي آلة يخضع لعلم الهندسة مش لعلم النفس علم النفس أصلا مش موجود هذه الديانة سينتولوجي تلغي علم النفس سينتولوجيا تلغي علم النفس لأن نصر ما فيش نفس الإنسان آلة بما إنه آلة يبعي بالهندسة اللي يحكمه مش علم النفس نمر أربعة ده خطر على الديمقراطية خطر على الدستور دون ناس ليهمهم دستور ولا ديمقراطية ولا حداثة ولا حياة معاصرة ولا قوانين ده عندهم بقى القوانين الخاصة تعيطهم ده كوكب وكوكب تاني وجينا من الكوكب الأولاني هنرجع الكوكب التاني وأرواح وأشباح وكل الكلام ده وطاغية كوني يعني كل هذا الخير العلمي لا ينسجم إذا ده إيمان وده دين وده عقيدة ده معناه أن تتكلم على ناس خارج فكرة الدولة وخارج فكرة القانون وخارج فكرة الديمقراطية والدستور النقطة الخامسة تدمير العائلة فيش عائلة ولا أب ولا أم ولا أهل ولا كل الكلام بكله طالما الدين بيقول ما فيش حاجة يصنع عائلة وشفنا موضوع طم كروز وبنته نمر ستة إن الموضوع فيه فلوس أنت عشان تشترك بقى تخش في هذه الكنائس وتترقى تدفع آلاف دولارات ففيه كلام إنهم عندهم أكتر من 2 مليار دولار أو أكتر من 1-18 مليار دولار نتيجة جمع الأموال لهذه الكنائس اللي هي في الديانة السينتولوجيا سبعة العنف للخارجين على الكنيسة وبعض الناس قتلوا وفيه كلام كتير جدا في الإعلام الدولي عن ذلك سبعة أو النقطة التالية إن زوجة المؤسس قالت إن ده شخص متخلف عقليا وإنه خطب بنتها في مرة وراح كوبا وقال إنها وطعمها للأسماك هرمال السمك فزوجة مؤسس الديانة بتقول إنه هو متخلف عقليا تبقى لكثير من وسائل الإعلام والنقطة التالية في دول زي أمريكا ألمانيا بريطانيا ضد هذه الديانة ولا تعترف بيها إنما بلجيكا مؤخرا اعترفت بهذا الموضوع أو مش اعترفت لم تجرم الذين ينتمون إلى هذه الديانة والنقطة الأخيرة عدم الجدية في هذا دي من البداية إنه أصلا موضوع كان مؤسس الديانة اللي زوجته قدت عليه متخلف عقليا قاعد على يابسين هو على عام السباحة معاه صديق بيتكلمه فقال له لازم يصوف أكثر طريق عشان نكون مليونيرات كيف تدبر أو كيف تربح مليون دولار في أقل وقت الرهان يمين شمال قال له أنه أسس دين جديد دخلوا تحدي وترهنوا أنه أسس دين جديد ويعمل أول مليون دولار ثم ملايين فيما بعد ثم نجح وس ديانة السينتولوجيا ده أصل الموضوع رهان على حمام سباحة تلك من النقاط العشر الخاصة بهذه الديانة إنما طبعا للأسف إن بعض الناس بكلمة على تربية روحية بثقافة أسيوية أو بعض درجات اليوجا وغيرها كلام كتير من الآن بقى موجود على نطاق واسف في المجتمعات الرقية ممكن يكون قريب من بعض أفكار السينتولوجيا عشان كده وجب التحذير من هذه الديانة التي يعتنقها توم كروز وجون ترافولتا وأخرون التي تلغي العاطفة والمشاعر والانتماء تلغي الأسرة وتلغي الدولة وتلغي كل شيء وتحول الإنسان إلى مجرد آلة ميكانيكية في شرح وتوضيح ما ذهبنا إليه من تحليل هنشوف يورو نيوز في تقارير بتشرح فيه إن محكمة في بلجيكا لم تجرم هؤلاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر